سننشر فلوقي رائد موضوع رائد موضوع لان لتاجد Hash hotter أو create pää من الشياطة الساسية نا او أوداد اسم نا اداد اسم نا دلسم اسم them او احزم فايل او غاير رسمي معك انا نأخذ ذلك من الابلود ان شاء الله لكن تعالوا نشوف كده لو احنا عايزين ناخد اول اكسامبل ازاي نريد فايل ازاي نريد فايل لو انا دخلت على الاكسامبل ونتعمل فولدر وسميته مثلا رن رن فايل اتخال معاكم الفولدر انا عندي احنا قم الله دخلت على صحيح 府 فا نمتطر حقيقة الان ، فأنا نأخذ ، فشيء ، نبدأ ، فشيء ، من الكلام ، فشيء ، فائل ، فائل ، فائل ، فائل ، فإن ، و سوف نضغطه فيه الـ Run File ده الـ Add.js لماذا لا يوجد شيء لسه خاص نريد التكتس على HTML وده الـ Head ومحتاجين نبدأ نشتغل ان احنا اول حاجة هنعرف وده يقول هننادي من Require و هنسترعي فس و سميكورن طيب كل المحتاجين وين بعد ما عرفنا دوت انا عندي الـ Function اوه ده كان الـ Function قديم ما كنا نزبط من حاجة كده نحنا كنا نحب الـ Function دي كده هو و اضم مباشرة و نشيل بارئة باللكم ده كله حلوه و ده كانت الـ Function بتاعتنا بقول له في الـ Response Right.head 200 الـ Content عبارة عن HTML و هنا طبعا انا عندي response.end هنخليها في الاخر و اللي احنا عايزين نكتبه هنعمله response.write حلوه طيب ماشي كده لسه مش بالـ Writer حاجة ده الفل اساسي بتاعنا انا محتاج ان انا الاول هنا هو هقول له اف مثلا ان الـ Request اللي جايلي و هنعرفنا Request.url و هنعرفنا ورده URL لو كان بيساوي هتعمل هتعمل ايه سيادتك؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ طولا نعايز الـ Fs الـ Fs يريد فايل معين هاقول له طبع الـ Fs عاجة كتير خلاص موجودة من خدم الـ functions من دونهم ان هو يريد فايل خلاص و اديله المسار بس بتاع الفايل اللي هيقران هفتح قل لي يديني المسار بتاع الفايل تقل له والله يحنا كنا حطينه آم نحط له فين كنا حطينه في site1 slash index hml فاقول له ماشي site-1 slash index اوه يجب ما أعطوه الفايل هو المسار بتاع اسالي خائع لما يريد الفايل ده ممكن أحطه جوه ممكن اعمل عليه عمل ايه اخذ fs.read file لو جدينا عملنا جده اخرت الارجمات الاولاني وعباره عن عنوان الفايل انت عايزت تشغاله او دوره عملت comment قال لي في حاجة اسمه ال call back ليه بقى ايه؟ لو فيه ايرور في الفايل في ال backfair هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ طبعا هنا بياخد mini function هزبط فيها الشغل بتاع ايه؟ ال read file لما يريد الفايل هتعمل ايه؟ فطبعا ممكن يحصل error ممكن 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 ماشي طبعا انا ممكن اتعمل طبعا انا ممكن اخلي ده ال response code يكون جوه هنا يعني اعمل انا function انا عايزة بسطة بالموضوع فعمل function ال function دي بتاخد حكينا اساسيين عشان معرفة بالترتيب بتاخد error وال response بس انا مش ينفع اكتب هنا response عشان ما يعمليش ايه؟ ريس بونس يعني ناتج كراءة الفايل ده شبقا ال error دي لو حصل error وهنا response اللي هو ناتج الكراءة الفايل فساميه بي جي خلاصة ساميته بي جي ممكن نسميه بي جي ريس بونس مسلا مثلا بي جي ريس بونس طب هاعمل ايه بقا فانا هنا قد انا دي حق ان انا اتحكم طبعا لو كان فيه error لو كان ما فيش error فانا هاعتبر ان الموضوع ماش كويس من غير error ولا من غير اي حاجة وهبدأ على طول ان انا فانا هنفذ الامر بتاعي ايه اللي انا عايزه هاقول له شايف الرس بونس ده الرس بونس ده بس هو الفونكشن اللي انا سمحت وبرضه ال end بالwrite كله هلا هون يعني خليت لو عمل read والفونكشن اشتغلت هقول له خلي ال hit دي عبر عن text على html وهقول له response.write رأيت ايه سيادتك بطول انا هرأيت الناتج اللي جالي اللي هو ال pg response اللي جالي هرأيت اروا كده و response.a.end خلاص كده يبقى الحالة دي انا اجرى ايه طب نجرب يعني كل فجرتها انه هيريد المصار ده راس فيه فونكشن هتشتغل فونكشن دي بتاخد error لو فيه error بتاخد page response لو كان فيه نتيجة رجعت من قراءة الفايل ده اللي هو عمر عن code lint اللي ما كتبوها lint فانا قمت رأيت هيدر من ده html و قمت رأيتر كل اللي هي الرجل وقفنا عميدة لو جينا نجرب الكلام ده مش custom نجوله على حاجة لأ نفس العنوان مش العنوان مش لي انا خلق على كده في ال run file على طول هنا هقول له node مش عاكم فايل كان اسمه ايه app.js اقول له app.js تعالى نشوف localhost localhost we can import مش فاكر الport كان كام الport كان هنا كان running كان running 8080 میں و قد كده enter لا يوجد شيء ما ستبدأ لأني كنا متفقين على ان الو اخد كلمة ايه اخد كلمة ايه و اخد كلمة هوم ماذا عادت بقى مش هتشتغل معك هتطول جدا جدا او مش هشتغل. هتلاقيها بلقة تعرض لك. هي مشكلة انا مش عاية تقرأ اااا مم. لو رجعنا لكدة مش عاية لا تقرأ ملفات CSS والجواسكريبت ولا تقرأ ملفات static مثلا 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 في page1.html هذه هي صفحة html فقط اسمها page1.html فتحناها كده فالإسم الأول والأخير والإيميل 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 فقط اسمها فالإيميل الكلام فالإيميل البيض فلنقرأ بجميع زوجة html ونقرأ بجميع زوجة html ونقرأ ونقرأ إلى السرفر ونقرأ إلى السرفر ونقرأ 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 نعمل كده بقى هوم المراد ندوس انتر كده على طول اراري ارالية ريجستريشن فورم اللي كنت عملية اجتمل و اعرضها طبعا خلان نفكر هو اشتغل ازاي هو قدر يقرأ فايل لكن فايلز بيتنالي فايلز بيتنالي فايلز فيها مشكلة فايلز بيتنالي فايلز بيتنالي فايلز بيتنالي فايلز بيتنالي مشكلة لكن الفايلز دي عمارة عن جاباسكريبت يعني عايزة تنفس css عايزة تنفس ازاي نقدر نتحكم في تنفيذ الايه الاوامر دي المهم احنا الوقتي مجرد نحن اعرنا اللي عملنا ريد للفايل ده وي ريترناه لا يوجد مشكلة خالصة طبعا احنا برضو يعني نقدر نخش في حتة تاعت الـ hml.sss و جوابسكبت هخش هكا كمان شوية لكن هنا بس عاز اوضح فكرة مفترض ان حصل اررور مفترض ان احصل اررور مفترض ان انا ممكن اجي نوتو مقايي if ان الـ error true يعني لو حصل اررور بجد هعمل شوية اوامر else يعني لو مفيش errors هنعمل اللي انا اتفقنا عليه من شوية لو مفيش errors هزبوط مفترض ان احنا نعمله في الغالب هنعمل نفس الكلام كده بس مش هتطلع الهدن مش هبقى متين في الغالب يبقى 44 وعلى 4 دوت فايل نوت فاوند معروف لو فيه error فايل نوت فاوند فاوند مفترض ان احنا نعمل صفحة 404 وفايل نوت فاوند لو نمسكها او بنا عند عليها وهقولك انا هنا هكتب بس content not found و end على كده اما لو كان الناس مفيش error هيخش في else فقبيعة الحال هيشتغل على الجزء اللي هنا ممكن طبعا اختصر response.end زيادة Institute لانها مشتركة نخلطها تشغيل وحبتها بعد if سواء كان جاي من الرجل ايه جاي من error ولا جاي من العرض مفيش مشكلة لو عملنا refresh اه نموقف السلوب المشغل enter c او بو تعالا هنا اعمل refresh مشكلة يمترضون فايل بإرادة فايل HTML خارعة هنشاهد من شاء الله إذا أقرأ همستدام فايل HTML وسيستس وجهة سمع بادي مقلم دقائق